جزاكم الله تعالى خيرا وهذا السائل يقول أنا أقيم في الرياض وسافرت إلى مصر وأقمتني مدتي شهر ثم سافرت إلى مكة ناويا العمرة ولكني لم أحرم من الميقات أنا عايش يقول أنا أقيم في الرياض وسافرت إلى مصر وأقمتني مدة شهر ثم سافرت إلى مكة ناويا العمرة ولكني لم أحرم من الميقات وأنا حاليا بمكة فماذا توجهوني جزاكم الله تعالى خيرا إذا كنت لم تحرم إلى الآن تخرج إلى الميقات ميقات أهل مصر وهو الجحفة تحرم منه إذا أردت العمرة تخرج إلى الجحفة تحرم منها وإذا إن كان حرمت الآن فيكون عليك فدية تأدي العمرة لكن يكون عليك فدية لأنك حرمت من دون الميقات لا